بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات ضد شركة كوراك والذي حجب الترابط بينها وبين بقية الشركات أوساط شعبية في الأنبار وصفت القرار بالأهواء السياسية منذ العودة إلى مدن الأنبار بحث المواطن كثيرا لإيجاد أحد خطوط الاتصالات العاملة في العراق تتوفر فيها الخدمات المميزة والأسعار المناسبة لتساهم في مساعدتهم إلا أن توقف خدمات شركة كوراك تسبب بمشاكل كثيرة لهم نحن كزباء لشركة كوراك تفاجئنا بإيقاف الخدمات بشركة كوراك يعني أنا اليوم كزب ونعتبر استهداف فاضح للشركة ومو بس للشركة للزباء يعني اليوم صارت لها شعبية قوية وصار أننا سنين معتمدين هذه الشركة ونشتغل عليها خدماتها يعني صارت خدماتها كل الزينة أن موضوع شركة كوراك وإيقاف الاتصال بين الشركات الأخرى هو أثر سلبا على المواطني بمحافظة الأنبار أو بقية المحافظات العراقية خدمة التواصل بين الشركات فيما يرى مواطنون آخرون أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات مجحفا بحق شركة كوراك مشيرين إلى أن القرار قد يكون أحد وسائل الابتزاز كونها تشكل رقما صعبا في خدمات الانترنت والاتصالات قرار هيئة الإعلام والاتصالات خاطع ومجحف بحق المواطنين يعني اليوم أنا كمواطن أمتلك شريحة كوراك بعد ما أقدر أتصل على غير خطوط أو غير شبكات يعني شنو ذنب المواطن وشنو ذنب نحن يعني اليوم ممكن أن يكون حلول أجدر ما يكون قطع شركة كوراك أغلب التجار موجودة خدمة بشركة كوراك وخدمة جيدة كانت يعني أغلب التجار أو أصحاب الأموال أو الشركات اليوم استخدمهم خط كوراك جد هذا القطع يعني نحن ما نعرف أنه طريقة أخرى ابتزاز غير طريقة ويطالب المواطن الأنباري من هيئة الإعلام والاتصالات إعادة النظر بقرارها الذي تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية وابعدهم عن التواصل مع الشبكات الأخرى وكشف ملابسات القرار المجحف بحق شركة كوراك لواني نيوز سعد الحاج الأنبار ترجمة نانسي قنقر